إخوتي وأخواتي الله صنع العمل طيب إحنا شو علينا؟ ندرك أهمية هذا الموضوع مشان هيك الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قد دين فمشان هيك أنا بدعوك الآن إنك تؤمن بالرب يسوع المسيح أكثر شيء الشيطان بيعمل أزهان الناس إنه يقرأوا الحقيقة من كلمة الله في الكتاب المقدس عارف لو بتقرأ الكتاب تبتدي تكتشف هذه الحقيقة يمكنك أن تقول في هذه اللحظات يا رب ارحمني أنا الخاطئ تدرك فعلا إنه خطيتك هي مش مجرد خطية عادية فيش إش اسمه صغائر وكبائر عنا فيش إش اسمه خطية عرضية ولا مميتة خطية اسمية ولا الخطية هي خطية في نظر الله لأنه قلت إنه الخطية هي ضد الله الغير محدود لأجل هذا عقاب الخطية هو عقاب غير محدود ولأجل هذا غفران الله هو غفران غير محدود غفران أبدي غفران أبدي فأنت بغض النظر شو حياتك عايش خطية ولا أنت عندك برزاتي ولا متدين إدرك إنه ما في حياة أبدية إلا من خلال يسوع فشو رأيك الآن تقول له يا رب أنا بسلمك حياتي صليها يا رب أنا بسلمك حياتي أنا أقبل إليك وإنت وعدت من يقبل إلي لا أخرجه خارجا صليها أقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ كما صلى العشار ارحمني أنا الخاطئ صلي طهرني من إثمي كما صلى داود قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروح مستقيم جدد في أحشائي صليها أقول له يا رب أنا بدعوك إلى حياتي وبتوجك ملك على قلبه حتى تكون أنت ربي وسيدي ومخلصي يا رب اقبلني لمجد اسمك وإنت وعدت أنك تعطي ضمان الحياة الأبدية لأنه مكتوب الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الكتاب المقدس يعلن بوضوح لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده وبما أن يسوع أثبت أنه هو الغافر الخطايا لماذا تبحث عن ديانة أخرى؟ لماذا تبحث عن ارتواء آخر؟ تعال إلى نبع المياه الحية تعال إلى يسوع المسيح القادر أن يخلصك إلى التمام ويعطيك الحياة الأبدية اكتب لنا بحب أسمع تعليقاتك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر